إشارات أرسلها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تظهر أن التعامل مع الملف النووي الإيراني لن يكون بالسهولة التي تتمنها طهران ففي حواره مع صحيفة نيويورك تايمز أبدى بايدن رفضه حصول إيران على قنبلة نووية وقرن النقاش حول موضوع الملف النووي بملف البرنامج الصاروخي واعتبر أن الأمر بالنسبة إليه لا يحتاج فقط إلى حوار ثنائي بين واشنطن وطهران بل هو بحاجة أيضا إلى مشاورات مع حلفاء واشنطن وهما يعني أن الرئيس الأمريكي الجديد يضع ضمان مصالح الحلفاء وأمنهم القومي شرطا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران وتتسع دائرة الحلفاء لتشمل شركاء 5 زاد 1 من الأوروبيين ولكن أيضا شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويعتقد مراقبون أن إدارة بايدن ستعمل على تجاوز الأخطاء التي تضمنتها استراتيجية الرئيس الأسبق باراك أوباما بشأن التفاوض مع إيران وأن الاستراتيجية الجديدة ستسعى للحصول على تنازلات إيرانية مزدوجة سواء ما تعلق منها بالملف النووي أو ما اتصل بالأمن الإقليمي وما قد يعنيه ذلك من ضغوط بشأن مخاطر البرنامج الصاروخي وتوفير الخبرات الإيرانية للميليشيات والأحزاب الموالية التي يمكن أن تستهدف دول المنطقة لكن مخاطر التمدد الإيراني لا تهدد أمن دول المنطقة وحدها فهي تضع مصالح واشنطن وجنودها في الخليج بمرمى الصواريخ الإيرانية أو هجمات ميليشيات حليفة مثل ما هو الأمر في العراق حيث بات إطلاق الصواريخ على مواقع أمريكية أمرا معهدا ويرى المراقبون أن على إدارة بايدن أن تراعي مصالح حلفائها الإقليميين وأن يكون الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية قبل عام نقطة انطلاق لأي حوار مع إيران لإجبارها على ضمان أمن الملاحة والطاقة في منطقة ذات أهمية كبرى تعيش على وقع صراع مصالح بين الطرفين حول دولا بأكملها إلى خراب